قلنا لحضراتكم في البداية ان احنا هنتحدث النهاردة عن القطاع الصحي والتطوير اللي حصل في القطاع الصحي والتحديات اللي كانت موجودة في هذا القطاع على مدار السنوات اللي فاتت ازاي دخلنا في ملفات كانت وجع قلوب ناس كتير زي فيروس سي وتم القضاء على فيروس سي ازاي اشتغلنا على قوام الانتظار من 2018 ازاي ابتلينا في مبادرات رياسية حلت ازمات كتير ويعني خلقت شعاع نور وامل في قلوب ناس من وجع ومرارة المرض لامل الشفاء في بيوت كتير لان الحقيقة المريض مش مريض لوحده هو واسرته كلها بيكونوا داخل المرض ده كل التطوير اللي حصل في المنظومة الطبية في المستشفيات من تطوير من بناء مستشفيات جديدة من الكوادر الطبية نفسها اللي تم الارتقاء بهذه المنظومة وشفنا دولة مسناف ازمات زي كورونا اعتقد كلنا حسينا بقيمة الاطقم الطبية المصرية في ازمة كورونا هنتحدث ده بشيء من التفصيل مع دكتور حسام عبدالغفار انه هدر انوارنا المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وسأل خير على حضرتك يا داكتور هلنجر يستاذ الهدير تحياتي لحضرتك أهلا من حضرتك يا فانتم التطوير اللي حصل فيه المنظومة الطبية على مدار السنين اللي فاتت والتغيير يعني الحقيقة تم على أصعد مختلفة سواء من بناء مستشفيات جديدة من استحداث خدمات يمكن ما كانتش موجودة من تأمين صاحي من مبادرات رياسية يعني قضت على فيروسات كانت متوطنة زي فيروسي والكثير طبعا من المبادرات الرياسية قائم الانتظار كل هذا يعني غير شكل ومضمون جودة الحياة الصحية المقدمة للمواطنين في المنظومة الصحية في مصر يعني ساهي حك ذكرتي كثير من أوجه التغيير اللي حصلت على الأرض في منظومة الصحة من 2014 لكن خليني أقولك من وجهة نظري أنا الخاصة إيه هو التغيير الحقيقي الذي حدث من 2014 في منظومة الصحة الحقيقة يمكن أكبر تغيير حصل هو أن الدولة المصرية بتوجهات سيد الرئيس خرجت من المفهوم الضيق للصحة في كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع للصحة وهو حق المواطن في حياة صحية سليمة وبالتالي الدولة ما تحركتش بس على مستوى توفير العلاج زي ما كان بيأصل قبل كده توفير العلاج ده مهم لكن المهم بشكل أكثر اتساعا وشمولا إزاي ناس صحية حياة صحية عشان كده الدولة تحركت على أربع معاور الصحة المواطن اللي هو متلقي الخدمة والمواطن ده من حقه يعيش حياة صحية زي ما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والروحي والاجتماعي